السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سأعلق على صورة انتشرت مؤخرا لعادل الكلباني يرتدي لباس بانطلون جنز ويركب دراجة فانتشرت هذه الصورة وصارت موضوع للسخرية والانتقاد وصار تريند يعني على وسائل التواصل فأحببته أن أعلق بتعليق قبل أن أعلق بهذا التعليق لأن بعض الناس قد لا يتابع بعض الموضوعات فيظن ظن سوءا أنا انتقدت عادل الكلباني في أكثر من موضوع وانتقدته على إساءته لصورة الشيوخ وصورة الأئمة الذين يتأممون الناس في صلواتهم وما شابه ذلك بكثير من تصرفاته السيئة وخروجه ببعض الدعايات وترويجه لموسم الرياض موسم الفسوق وما شابه ذلك من أمور فعلها انتقدته عريها وفيديوهات موجودة على القناة لكن أنا أحب أن لا يجعل الإنسان نقد يعني أنه يريد أن ينتقد ينتقد لأنه يريد أن ينتقد وليس ينتقد لأن هذا التصرف مخالف لشرع الله سبحانه وتعالى طيب ركوب الدراجة هل هو محرم في الشرع؟ لا هل فعله بعض الصالحين؟ كان كثير من العلماء يمتطي الخيل طيب ما موضع الانتقاد؟ اللباس هل تظن أنه سيلبس الثوب المعروف يلبسه ويمتطي به الدراجة؟ هل يستطيع ذلك؟ هذا سيضيقه فسيلبس لباساً هل هذا اللباس الذي يلبسه عادل لباس حرام أم حلال؟ حلال البنطال لبسه حلال طيب إذن هو فعل شيئاً حلالاً انتفقنا على حلي هل يجب على الإنسان إن كانت له لحية أو كان شيخاً أو كان قارئاً أو ما شابه ذلك هل عليه أن يعيش حياته كلها في كل تفاصيل حياته أن يعيشها كما تكون هي في المسجد أو في الدروس العلمية؟ طبعاً لا الرسول صلى الله عليه وسلم كان في غزوة من الغزوات قال الناس ذهبوا سبقون فذهب يجري هو وزوجته يتسابقان عائشة عليها رضوان الله وصلاته الصلاة على أهل البيت جائزة طيب لو جاء شخص وصوره ما كان في كاميرا لكن أنا أقول لو جاء شخص وصوره هل من المفترض أن يعيش حتى حياته الخاصة بوقاره الذي يعيشه في المسجد؟ طبعاً هذا ليس صواباً كان صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم يتضاربون بقشور البطيخ ولكن إذا جد الجد فإنهم يكونون أسوداً رضي الله عنهم فالمقصود أن الإنسان قد يعتريه حال وحال وهذا الذي جعل كثيراً من الكفار يعترضون على الرسول بنفسه وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق يمشي بالسوق مثلنا ويشتري ما أعجبهم هذا لو لا أنزل عليه ملك فيكون معه نذير ملك مختلف عنا اختلافاً تاماً المقصود من كلامي يا أيها الإخوة المباركون أسأل الله أن يبارك فيكم ويحفظكم أن الشخص الذي يدعو إلى الله يقرأ القرآن يتأمم بالناس هذا ليس ملكاً ليس كائناً مختلفاً عن البشر يلبس ما يلبسه البشر يمشي كالبشر يذهب إلى السوق يجلس في مطعم يعيش حياته كما تعيشه أنت بارك الله فيك فلا تذمه على شيء حلال قد تفعله أنت ولا يكون فيه حرج نعم هناك أشياء لا ينبغي لحامل القرآن أن يفعلها لا ينبغي لشيخ تأمم الناس خاصة في الحرم أن يفعلها وقد انتقدنا عادلاً عليها أسأل الله أن يوفقه وأن يبارك فيه فنحن إذا انتقدنا شخصاً لا نسأل الله له سوءاً لا نثير نحوه البغضاء أو نكرهه أو نسأل الله له سوء بل والله لا نريد له إلا الخير ولكن ننتقد لنبين أن هذا الفعل ليس بموافق حينما روج لموسم الرياض ما شبه ذلك أو أنه يمثل دعايات هذا فعلاً هذا أمر لا يليق ولكن أن تكون حياته الخاصة ركب دراجة هو يحب ركوب الدراجة ركبها وصوره الناس فعند ذلك ليس لك وليس من حقك أن تنتقده على أمور حلال يفعلها في حياته الخاصة بارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته تمساك بحبل الله والتابع الهدى ولا تاك بدعيا لعلاك تفلح ولا تاك من قوم تلهوا بدينهم فتقعان في أهل الحديث وتقدح